اهلا بكم في اخبار كريم الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ملخص دوري ابطال اوروبا في دور المجموعة دور المجموعة يا جماعة بيكون مكون من 8 مجموعة كل مجموعة بيكون فيها 4 فرق بيلعبوا بنظام الزهاب والعودة وبتأهل اول وتاني كل مجموعة بطول الدورة ابطال اوروبا حصل فيها مفاجآت كتير السنة دي هنعرفها على مدار الفيديو تابعوا معنا الفيديو لغاية اخره وما تنسوش تدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم وشير لاصحابكم وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد طيب دوري ابطال اوروبا كان فيه مفاجآت عديدة هنعرفها على مدار الفيديو تابعونا هتلاقوا عندنا كل ما هو جديد في معلومات دوري ابطال اوروبا شوفوا معنا الفيديو لغاية اخره وما تروحوش اي حت طيب هنبدأ بالمجموعة الاولى المجموعة الاولى كانت مكونة من فريق منشستر سيتي وفريق باريس سان جرمان ولايزيج وكلاب بروش تأهل عن هذه المجموعة كل من فريق منشستر سيدي برصيد 12 نقطة وباريس سان جرمان برصيد 11 نقطة وتأهل الى الدور الاوروبي فريق لايزيج برصيد 7 نقطة هنقول النتائج بتاعة فريق منشستر سيتي منشستر سيتي فاز في اول مباراة على لايزيج بنتيجة 6-3 وبعد كده لعب مع فريق باريس سان جرمان وخسر منه 2-0 والمباراة الثالثة كانت مع فريق كلاب بروش وفاز عليه 5-1 وبعد كده لعب تاني مع كلاب بروش في لقاء العودة وفاز عليه 4-1 ولعب مع فريق باريس سان جرمان وكسبه 2-1 وفي اخر اللقاءات خسر فريق منشستر سيتي من فريق لايزيج بنتيجة 2-1 وبكده يكون حصل على 12 نقطة اما فريق باريس سان جرمان كان بدأ اول مباراة مع فريق كلاب بروش بنتيجة التعايد الواحد واحد وكسب منشستر سيتي في تاني مباراةه بنتيجة 2-0 وكسب فريق لايزيج بنتيجة 3-2 في مباراةه الثالثة وتعادل مع فريق لايزيج في مباراةه الرابعة بنتيجة 2-2 في المباراة الرابعة ولعب مع فريق منشستر سيتي في المباراة الخمسة وكان خسر منه بنتيجة 2-1 ولعب مع فريق باريس سان جرمان في المباراة السادسة وكان فاز عليه بنتيجة 4-1 وكده يكون وصل للنقطة 11 فاصل ونواصل واتروحه في أي حد وهنبدأ دلوقتي المجموعة التانية اللي كان فيها فريق ليفربول وقتلتكو مادريد وبورتو وميلان تأهل عن هذه المجموعة فريق ليفربول وقتلتكو مادريد فريق ليفربول حصل على العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة وبعده فريق أتليتكو مادريد برصيد 7 نقط ليفربول كان فاز على فريق ميلان في أول مباراة بنتيجة 3-2 واكتسح فريق بورتو في تاني مباراة بنتيجة 5-1 وكسب فريق أتليتكو مادريد في ثالث مباراة بنتيجة 3-2 ورجع لعبه تاني في رابع مباراة وكسبه 2-0 ولعب فريق بورتو في خامس مباراة وكسب 2-0 ولعب فريق ميلان في آخر مباراة بنتيجة 2-1 وكسب الست مباراة وخد العلامة الكاملة في هذه المجموعة أما فريق أتليتكو مادريد كان بدأ أول مباراة مع فريق بورتو وتعادل معه 0-0 ولعب تاني مباراة مع فريق ميلان وفاز عليه 2-1 ولعب تالب مباراة مع فريق ليفربول وخسر منه 3-2 ولعب المباراة الرابعة مع ليفربول وخسر منه 2-0 ولعب المباراة الخامسة مع فريق ميلان وخسر منه 1-0 وفي المباراة السادسة فاز على فريق بورتو بنتيجة 3-1 وبكده يكون حصل على السبع نقاط وخد المركز التاني في مجموعة كان بطالها الأول محمد صلاح فاصل ونواصل استنوا المجموعة اللي بعد كده تابعونا تجدوا ما يصرقه أما المجموعة الثالثة كانت مكونة من فريق آيكس وسبورت انجليش بونا وبروسيا دورتموند وبكشتاش تأهل منها آيكس برصيد 18 نقطة وسبورت انجليش بونا برصيد 9 نقاط كان فيه فريق آيكس على سبورت انجليش بونا في أول مباراة 5-1 ولعب تاني مباراة وكسب بكشتاش بنتيجة 2-0 ولعب تاني مباراة وكسب بروسيا دورتموند فهم فجأة بنتيجة 4-0 ولعب رابع مباراة قصاد بروسيا دورتموند المباراة العودة وكسبه 3-1 ولعب خمس مباراة مع فريق بكشتاش وكسب 2-1 ولعب سادس مباراة مع فريق سبورت انجليش بونا وكسب بنتيجة 4-2 وبكده يكون خصل الفريق على 18 نقطة بالعلامة الكاملة زيه زي ليفربول بالضبط أما فريق سبورت انجليش بونا بدأ البطولة بخصارة كبيرة بنتيجة 5-1 من فريق آيكس أمستر دام ولعب مع فريق بروسيا دورتموند المباراة تانية وخسر بنتيجة 1-0 ولعب مع فريق بكشتاش وكسبه من نتيجة 4-1 ورجع قرر الفوس تاني على فريق بكشتاش وكسبه 4-0 وبعد كده لعب مع فريق بروسيا دورتموند المباراة الخمسة وكسبه 3-1 وفي آخر اللقاءات لعب مع فريق آيكس وكان خسر منه 4-2 وبكده يكون حصل الفريق على 9 نقاط كاملة خد بيوم المركز التاني وتأهل إلى دور الستاشر دقايق ونرجع لكم تاني تابعونا المجموعة الرابعة كانت بتتكون من فريق ريال مدريد وفريق انتر ميلان وفريق شريف ترانتس بول وفريق شخطار تأهل من هذه المجموعة فريق ريال مدريد برصيد 15 نقطة وبعده فريق انتر ميلان برصيد 10 نقط بدأ فريق ريال مدريد مبارياته بالفوز على انتر ناسيونالي اللي هو انتر ميلان بنتيجة 1-0 وخسر في مفاجأة كبيرة من فريق شريف ترانتس بول بنتيجة 2-1 في المباراة التانية ولعب المباراة التالتة مع فريق شخطار وكسب بنتيجة 5-0 وبعد كده لعب مع فريق شخطار تاني في مباراة العودة وكسبو 2-1 وبعد كده لعب مع فريق شريف ترانتس بول وكسبو 3-0 وفي اخر مباراة لعب مع فريق انتر ميلان وكسبو بنتيجة 2-0 وبكده يكون حصل الفريق على 15 نقطة من الـ 18 وتأهل بهم بالمركز الاول اما فريق انتر ميلان كان بدأ اول مباراة باخسارة من ريال مدريد بـ 1-0 وتعادل في تاني مباراة مع فريق شخطار بنتيجة 0-0 ورجع لعب فريق شريف ترانتس بول وكسبو 3-1 ورجع لعبه في المباراة الرابعة وكسبو بنفس النتيجة بنتيجة 3-1 لعب المباراة الخامسة مع فريق شخطار وكسبو بنتيجة 2-0 وفي اخر مباراة لعب مع فريق ريال مدريد وكان خسر بنتيجة 2-0 وبكده يكون حصل الفريق على 10 نقاط فاصل ونواصل الى المجموعة الخامسة المجموعة الخامسة فيها فريق باير ميونيخ وبنفيكا وبرشلونة ودينامو كييف كان طلع في المركز الاول فريق باير ميونيخ برسيد 18 نقاط وفي المركز الثاني فريق بنفيكا برسيد 8 نقاط وتأهل برشلونة الى بطولة الدوري الاوروبي برسيد 7 نقاط لاول مرة منذ 21 عام بدأ فريق باير ميونيخ مبارياته مع فريق برشلونة بفوز بنتيجة 3-0 في اول مباراة اما تاني مباراة لعب مع دنامو كييف وكسب 5-0 اما تالي مباراة لعب مع فريق بنفيكا وكسب 4-0 اما رابع مباراة لعب مع بنفيكا في مباراة العودة وكسب 5-2 اما خامس مباراة لعب مع فريق دنامو كييف وكسب 2-1 اما سادس مباراة لعب مع فريق برشلونة وقرر الفوز عليه تاني بنتيجة 3-0 وده الفوز اللي خلق برشلونة يوصل الى الدور الاوروبي وصل بالفوز بالست مباراة بالعالمة الكاملة الى 18 نقطة في هذا الدور اما فريق بنفيكا فكان بدأ دور المجموعات بتعادل بنتيجة 0-0 مع دنامو كييف ولعب المباراة التانية مع فريق برشلونة وحقق مفاجأة مدوية بفوز عليه 3-0 وبعد كده لعب فريق باير ميونيخ وخسر منه 4-0 ورجع لعب باير ميونيخ تاني وخسر منه 5-2 في المباراة الرابعة اما المباراة الخمسة لعب مع فريق برشلونة وتعادل 0-0 اما المباراة السادسة لعب مع فريق دنامو كييف وفاز عليه 2-0 وده كانت المباراة اللي خرج برشلونة الى الدور الاوروبي وخلت الفريق يجمع 8 نقاط نواصل ونواصل اوعى تروحه لاي حد المجموعة السادسة فكان فيها منشستر يونيتد وفياريال واطلانطا ويونج بويز تأهل عن هذه المجموعة كل من فريق منشستر يونيتد برصيد 11 نقطة وفياريال برصيد 10 نقطة طبعا السورة اللي قدامنا دي كانت قابل مباراة فياريال واطلانطا اللي فاز فياريال على اطلانطا بنتيجة 3-2 وكانت المباراة اجلت مبارح بسبب سوء الاحوال الجوية هنبدأ دلوقتي بفريق منشستر يونيتد بالمبارايات بتاعته اللي هو اللي عبها بدأ اول مباراة مع يونج بويز وكان خسر المباراة بنتيجة 2-1 في مفاجأة من العيار السقيل ثم لعب مع فريق فياريال المباراة التانية وكسب بنتيجة 2-1 ولعب المباراة التالتة مع فريق اطلانطا وكسب 3-2 بعد كده لعب المباراة الرابعة مع فريق اطلانطا وتعادل 2-2 ولعب المباراة الخامسة مع فريق فياريال وكسب 2-0 ولعب المباراة السادسة مع فريق يونج بويز وتعادل 1-1 وبكده يكون فريق منشستر يونيتد حصل 11 نقطة اما فياريال بدأ البطولة بتعادل مع اطلانطا بنتيجة 2-2 في اول مباراة بعد كده لعب مع منشستر يونيتد في تاني مباراة وخسر 2-1 بعد كده لعب المباراة التالتة مع فريق يونج بويز وفاز عليه 4-1 بعد كده رجع لعبه المباراة الرابعة وكسبه 2-0 بعد كده لعب المباراة الخامسة مع فريق منشستر يونيتد وخسر بنتيجة 2-0 كده لعب المباراة السادسة مع فريق فيا ريال اللي قدر انه يكسبه فيها بنتيجة 3-2 ودي المباراة اللي اهلته الى دور المجموعات بعد ما حصل على 10 نقاط فاصل وهنروح للمجموعة السابعة فتابعونا اما المجموعة السابعة فكان فيها ليل وريد بول ساليسبورج واشبلية وفولفوسبورج فاز بالمركز الاول في هذه المجموعة فريق ليل برصيد 11 نقطة وتأهل بالمركز الثاني فريق ريت بول ساليسبورج برصيد 10 نقاط ليل الفرنسي كان بدأ اول مباراة مع فولفوسبورج وتعادل 0-0 وخسر من فريق ريت بول ساليسبورج في تاني مباراة 2-1 بعد كده اتعادل مع اشبلية في تالي مباراة بنتيجة 0-0 ولعب معهم في رابع مباراة وكسبهم 2-1 بعد كده لعب خامس مباراة مع ريت بول ساليسبورج وكسبه 1-0 ونهى المجموعة في مباراة فولفوسبورج وكسب 3-1 وبكده يكون وصل الفريق الى 11 نقطة اما ريت بول ساليسبورج فكان بدأ اول مباراة بالتعادل مع اشبلية 1-1 وكان فاز على ليل بنتيجة 2-1 في تاني مباراة وتالي مباراة فاز على فريق فولفوسبورج بنتيجة 3-1 ورجع لعبه في رابع مباراة وكسبه فريق فولفوسبورج بنتيجة 2-1 ولعب فريق ليل في خامس مباراة وكسبه 1-0 اما سادس مباراة لعب فريق اشبلية وكسبه بنتيجة 1-0 وبكده يكون فريق ريت بول ساليسبورج وصل للنقطة العشرة فاصل ونروح الى المجموعة التامنة والاخيرة اوعد صبونا وتروحوا لأي حت المجموعة التامنة كان فيها فريق يوفينتوس وتشيلسي وزينت وملماو وتأهل عن هذه المجموعة كل من فريق يوفينتوس برسيد 15 نقطة وفريق تشيلسي برسيد 13 نقطة كان فريق يوفينتوس ادر ان هو يفوز اول لقاء على ملماو بنتيجة 3-0 والنتيجة التانية كسب فريق تشيلسي بنتيجة 1-0 اما المباراة التالتة قدر ان هو يفوز على فريق زينب بنتيجة 1-0 ورجع لعبه تاني في المباراة الرابعة وقدر ان هو يفوز عليه بنتيجة 4-2 في المباراة الخامسة لعب فريق تشيلسي ولكن خسر منه 4-0 وفي المباراة السادسة لعب فريق ملماو وكسبه بنتيجة 1-0 وكده يكون حصل الفريق على رسيد 15 نقطة من اصل 18 نقطة والمجموعة دي يا جماعة اتقلبت في اخر دقايق من المباراة بعد ما فريق زنت سجل هدف قاتل في فريق تشيلسي وقدر ان هو يتعادل معاه بنتيجة 3-3 كده يكون فريق يوفينتوس حصل على 15 نقطة اما فريق تشيلسي فهو لعب اول مباراة مع فريق زنت وقدر ان هو يكسبه 1-0 ثم لعب تاني مباراة مع فريق يوفينتوس وخسر منه 1-0 وبعد كده لعب تالب مباراة مع فريق ملماء وكسبه 4-0 ورجع لعبه في رابع مباراة وكسبه 1-0 ورجع لعب فريق يوفينتوس في خامس مباراة وكسبه 4-0 ولعب اخر مباراة مع فريق زنت المباراة التاريخية بالنسبة لزنت واللي وصلته للدور الاوروبي لما تعادل مع فريق تشيلسي بنتيجة 3-3 بهدف لالكساندر بروكين في الدقيقة 90 وقدر فريق تشيلسي ان هو يوصل للنقطة 13 من اصل 18 نقطة وخسر بكده المركز الاول طيب نروح بقى للفرق الاقصر حظا للنقاط هنلاقي ان هم 3 فرق لفربول وايكس وباير ميونيخ كلهم برصيد 18 نقط اما الفرق الاقل حظا للنقاط فهو بكشتاش بلا نقاط ودينامو جيف بنقطة واحدة ومن الماو بنقطة واحدة اما الفرق الاقصر تسجيلا للاهداف فكان فريق باير ميونيخ برصيد 22 هدف وبعد ايكس برصيد 20 هدف ومن بعدهم منشستر سيتي برصيد 18 هدف اما الفرق الاقل استقبالا للاهداف فهم ريال مدريد وباير ميونيخ كل منهم استقبل 3 اهداف اما اكتر لعيبة صنعت اهداف في دور ابطال اوروبا لغاية دلوقتي فاول واحد اللاعب برونو فرنانديس برصيد 6 هدف وده لاعب منشستر يونيتد وبعده كيريان انبابي برصيد 4 هدف ولاعب باريس سان جرمان وبعدهم ثاني لاعب باير ميونيخ برصيد 4 اهداف والاخر وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا نتمنى ان هو يكون لم كل الحاجات اللي لها علاقة بدور ابطال اوروبا وما تنسوش تدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم وتشيروه لاصحابكم وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع تحياتي كريم جمال موسيقى